طيب تعالوا نبتدي بالتهنئة من اليوم مبروك للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي التتويج بلقب دوري السوفر بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 81-53 في تالت مباريات سلسلة نهائي المسابقة اللي قيمت على صارة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر قدم الحقيقة الفريق عرض قوي جدا ونجحه في فرض سيطرتهم على مجريات المباراة بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع وكمان الرميات الثلاثية عشان في النهاية يحققوا فوز مستحق ومنحهم طبعا اللقب شهدت هذه المباراة تحلي لعبات النادي الأهلي في جميع فترات المباراة بالسرعة والدقة في تنفيذ الهجمات والتركيز الشديد في مراطق الدفاع والهجوم وده طبعا ساعد الفريق كتير جدا على أحكام السيطرة على أحداث اللقاء وبالتالي حسم الفوز بهذه المباراة طبعا مباريات الدور النهائي للبطولة بتقام بنظام الباستوف فايت يعني الفريق اللي بيفوس في ثلاث مباريات هو اللي بيوتوج باللقب وطبعا سيدات سلة النادي الأهلي فازوا بالمباريات الثلاثة الأولى ليضمنوا التتويج بلقب الدوري وعاقب نهاية اللقاء تسلم الجهاز الفني واللعبات كأس البطولة وكمان ميداليات المركز الأول حصلت حاجات حلوة كتير في هذا اللقاء أثناء وبعده تعالوا لاخد فكرة كده بسيطة عنه من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل الحمد لله أولا بجد موسيقى رائع بدون ولا خسارة أحب أشكر الجهاز الفني والفريق على التعب اللي تعبوا معنا وبدون اجتهاد الفريق وأن هم بيسندوا بعض ما كانش زماني أخدت الجوائز دي فالحمد لله وبجد كموسيقى رائع الحمد لله جيمتو استهضرنا شوية بالماتش إنه هو إحنا كده كده كسباني في أي وقت فالكابتن عمل معنا اجتماع وقال لنا ما خيش استغطار وإحنا لازم إحنا هدفنا السيزن ده إن إحنا نلعب كل البطولات ونكسب بدون أي هزيمة نكسب كل موريات بدون أي هزيمة فنزلنا الماتش من البداية ما فيش هزار ما فيش سبهتار من أول ديئة في الماتش وغاية آخر ثانية وإحنا منلعب بجد علشان كلنا نبقى طلعين فرحانين وبالمكسب وكل حاجة فالحمد لله يعني ربنا وفقنا هنرجع نقول أكيد مبروك لعبات سلة الأهلي وكمان مبارح كابتن محمود الخطيب هلنق لعبات الفريق وهلنق كمان الجهاز الفني والإداري والطبي مناسبة الفوز الكبير بدوري السوبر هنا بنتكلم بقى بلغة الأرقام للمرة الخمسة وعشرين في تاريخ النادي الأهلي قارن دبقى بأي حتة تانية أي نادي تانية مش موجود الرقم ده خالص تتكلم كمان عن فضلا هنا عن فوز الفريق ببطلات تتكلم دوري المرتبط كاس وكاس السوبر هذا الموسم فقط يعني نتكلم في كل ده هذا الموسم فقط أشهد كمان كابتن محمود بالأداء المتميز للعبات والتفاوق الواضح في المستوى الفني والبدني والنتائج كمان الإيجابية وهو ما يعكس أكيد الجهود الكبيرة زي ما كنت بقول أنا وكريم في بداية الحلقة لكل المنظومة منظومة العمل قال كمان أن الفوز بالبطلات الأربع بيضاعف يعني من المسئوليات الملقع على عاطق الفريق وجهازه لإسعاد جماهير الأهلي التي لا تتوقف عند الفوز ببطولة أو أكثر وأن ده بيحتاج إلى جهود مضاعفة وتركيز كمان مستمر وتعاون بين كل العناصر حتى يحافظ الفريق على مسيرة الانتصارات ويظل في المكانة التي يستحقها حاجة جميلة مشهد كان أكثر من رائع اللي حضراتكم شايفينه هتاف الجماهير التلحم الموجود الروح الحلوة اللي كانت بين كمان اللاعبات يعني زي ما حضرتكم شايفين فيه كده صور أو فيه فيديوهات أو فيه لقطات تهية اللي بتعبر عن نفسها حاجة تدعو للفقر وحنرجع نقول تاني يمكن احنا بنشوف لقطة التتويج أو النجاح لكن ورده شغل كبير وكواليس كتيرة جدا وأبسان داونز مش هنقول ان احنا أخدنا بطولات بسهولة مفيش بطولة بتيجي بسهولة بيبقى وراها وأبسان داونز ومشاكل وغيره وماتشط بتروح وأوقات بطولات كمان بتروح لكن انت سرعا لما بتعود مرة تانية تقف على رجليك وتعود كل حاجة بتروح منك فهو دا الندي الأهلي مبروك مرة تانية ومسيرة كبيرة من الانتصارات لست كمان بتنتظرنا ترجمة نانسي قنقر